أهلا ومرحبا بكم معنا ومشاهدين في فقرة التحليل الفني الأسبوعي التي تأتيكم دائما في مطلع تداولات الأسبوع للأسواق العالمية والتي نتناول فيها التوقعات الفنية لعدد من المنتجات المالية على خلفية تحركات هامة جدا. اليوم يسعدنا أن يكون معنا في تحركات الفنية فرح مراد وهي محلط أسواق أولى في إيكوتي أهلا ومرحبا بك معنا. شكرا على إصدافة. اليوم في عنا العديد من المعطيات بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتوقعات لتحركات الدولار الأمريكية على خلفية زيادة التوقعات بأن الفدرالي ربما يتمكن في اجتماع القادم من أي تحرك. تعالي نبدأ بحركة الدولار وتوقعاتك الفنية على مساره الحالي. وكان قد سجل بعض منها. أقول التراجع بقدر أنه كان فيه تصحيح يمكن خفيف عليه. بالفعل. وهلأ نحكي نحن من الأساسيات. كنا نحكي أنه قد نرى استمرار فيها المستويات الفائدة المرتفعة. ومشانا أظن إذا منا نقارن الدولار فيها العملات الأخرى قد يستمر في هذه الارتفاعات. التصحيح ممكن جدا في عنا مقاومة أو دعم نوعا ما محلي عند 105.9. لازم نكون رائب هذه المستويات. ولكن في حال حتى كسرنا دون لاحظة نحن لا نزال نحترم الاتجاه الصاعد. وكما فينا نكون نتراجع إلى مستويات المية وأربعة. ولا يزال الدولار كمان في موجة صاعدة. فلازم نكون نحن نرائب أولا التحركات هون. نشوف في عنا مثل دعم محلي. لنشوف التحركات اليوم. لنشوف كمان الأخبار التي تصدر اليوم قدامها أو تكون تساعدنا. وفي حال التراجعات نرجع رائب مستويات المية وأربعة. لنكون نشوف استمرار الاتجاه الصاعد أم عدمه. لكن الصورة لا تزال سعودية على رغم من الكوريكشن. على الرغم من كما ذكرت مصار التصحيح. ما يزال اتجاه العام للعفل للدولار هو الصاعد. لكن إلى أي حد فرص العملات الأخرى التي عانت مقابل قوة الدولار. على رأسها ينقب أن تداخل السلطات اليابانية ستكون سعيدة بفترة التصحيح الحالية اليوم. بطبيعة الحالية نحن نحكي عن دولار قوي يأثر على كل الأسواق. والبوند ماركت فيه بشكل عام على مستوى العالم. الديون كلها الخارجية هي بالدولار الأمريكي. فطبعا تراجعاتها ليس ستكون تفيد تراجع التدخم في الدول الأخرى. ولكن كما ستكون تفيد البوند ماركت. خلينا نذهب إلى البيتكوين الأصول المشفرة. تحديدا كان عندنا أخبار مهمة بعد عملية التنصيف. وأيضا كنا نتحدث عن صناديق الاستثمار الـ ETF المرتبطة بالبيتكوين كان بدأ التداول عليه الأسبوع الفائت. كيف أثرت على مصار البيتكوين باعتقادك؟ يعني كان في عنا هالهايب اللي نسميه نحن ما قبل كمان الهولفينج على البيتكوين. وكان عم بيؤدي إلى ارتفاعات أوصلتنا كمان لمستويات قياسية. مشانا هيك وعادة يجي الخبر من بيع الخبر ببعض ما كنا شرينا الشائعات. مشانا هيك كنا عم نشوفها الكورركشن اللي كنا عم نشوفها على البيتكوين. كسرنا نحن الحد الأعلى للقناة الهابطة. وهذا الحد الأعلى كمان عم يتزيمن بتصحيح في ونادشي 38.2 للموجة الهابطة. من بعد وصولنا إلى القمام التاريخية. تقريبا عن مستويات 62.800. مستوى دعم رئيسي لازم نكون عم نتابعه. هلح نرجع نعمل تستنج يمكن للحد الأعلى للقناة الهابطة؟ هلح نرجع نكسر دونه؟ هلح نرجع أم فعلا نحن هل اتجاه أو كسرنا؟ إذا منلاحز كمان في عنا تشكل لباترن لنموذج الفلاق. وهذا النموذج عم يعطينا نوع من مستويات دعم ومقاومة محلية. بيفرجينا بيعطينا صورة إضافية للتحركات المستقبلية. مراحز الحد الأعلى نوعا ما. سعر الـ 64.750 ألف. هذه مستويات مهمة كمان بتتزامن الحد الأعلى. عنا ردود أفعال سعرية. عنا تصحيح 50 لاتجاه الهابط. وكمان عنا الحد الأعلى للفلاق للباترن اللي عم يتشكل. في حال كسرنا فوقه صورة إيجابية. صورة ارتفاعات من الناحية الفنية. وكمان من ناحية تانية عنا التراجعات عند حدود تقريبا 64 ألف. في حال كسرناها. معنات رح يكون في عنا محاولة أخرى لإعادة كمان اختبار الحد الأعلى للقناة الهابطة عند 62.800. الأمر الجيد أنه نحن بباترن ضيق. نحن بدي أحكي على ألفين دولار عم نحكي على مش كثير يعني بالنسبة لبتكون اللي يتحرك بجلسة واحدة مرات بعشر سالة. صحيح. فمشان هيك الأمر الجيد أنه فعنا مستويات قريبة عم يتحرك بباترن ضيق. رح يكون عم يعطينا صورة أوضح في حال كسر. طب خلينا نشوف تحركات الذهب بعد بيانات الوظائف الأمريكية. كنا نتوقع أن تدفع البيانات إذا كانت ضمن المتوقع أو أعلى منها أرقام التضخم الارتفاع. الآن كيف سيكون عليه مصير الذهب اليوم؟ اليوم شفنا على الـ 2300 تقريبا. صح وهو فعلا نرتفع. نحن رحظنا شوي بعد الخبر. لكن يجب أن نتذكر هذا الدعم الكبير. نحن فيه اتجاه ساعد كنا خلال العام كله وحتى منذ منتصف العام الماضي. ومن بعد هذه اللي حبيت فرجية بشكل واضح على اتجاه ساعد. رجعنا وشفنا زخم آخر. خلق اتجاه ساعد كسر حتى الحد الأعلى للقناة الساعدة التي كانت عم تتشكل. هذا زخم كبير جدا كان عم نشوفه على الدهب. كان لابد أن نرجع نشوف نوع من التصريح. نوع من النفس كمان عم يتخذ على الدهب. ومشان هكذا منلاحظ مرة أخرى الحد الأعلى للقناة الساعدة. للأديم اللي جعنا كسرناها بقناة ومومنتم أكبر. رجعنا كمان عم نرجع نشوف هلأ عم نعمل اختبار للحد الأعلى. اللي كان نوع من المقاومة تحول إلى دعم للأسعار عند مستوى الـ 2280. أرى الصورة أكيد يجينا بيانات شوي إيجابية شوي سلبية. ويبدو المستقبل نوعا ما بيانات متضاربة. ومشان هكذا نظن الحركة الجانبية هو سناريو الحالة الرئيسية. ما بين الحد الأعلى لعنا الـ 2200 كدعم رئيسي للأسعار. والحد الأعلى كمان يمكن للقناة الأدنى للقناة الساعدة. المومنتم الأكبر عند 2360 قد نرى التحركات ما بين تلك المستوى. ما رح نشوف مرة تانية مستوى الـ 2448. اللي وصلت في جلسة 12 إبريل تقريبا. الكل بيتطلع إلى العودة لها من جديد. أدي إحنا بعادة عن هذا المستوى؟ هو الفكرة أكثر أن هذه كمان كانت تتشكل تاريخيا بسبب المومنتم الكبير. لا أرى بهذه الفترة. ما نشوف أكثر يمكن. أما بيانات عم الضعفة الدولار نوعا ما ترجع بالتقوية من ناحية تانية. استمرار السياسة المتشددة مع ارتفاع أسعار الفائدة. ما نشوف تراجع على سبتمبر. أظن السيناريو الحالي الرئيسي هو اتجاه جانبي. خلونا رحل الـ S&P 500 لساتنا بموسم الدفيدنس والتوزيعات ونتائج الأعمال. ونشايف الاتجاه العام. لاحظة نفس الحركة اللي كنا نشوفها على الضهب وعن نشوفها على S&P. عنا اتجاه صاعد. خلق من داخله كمان مومنتم كسر الاتجاه الصاعد وحول الحد الأعلى للقناة الصاعدة إلى نوع من الدعم. وهذا كمان نوعا ما يجيب. الكل كان عم بيقول كنا نشوف تراجعات على S&P. يمكن اختفى هذا الزخم. ولكن لاحظة نحن حتى لو تراجعنا على الـ 2840. حتى لو تراجعنا إلى الحد الأدنى للقناة الصاعدة لا نزال من الناحية الفنية. نحترم الاتجاه الصاعد. فهذا شيء يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. هلأ مستوى مهم جدا نفسي. عندنا الـ 5000 دعم نفسي. الحد الأعلى للقناة الصاعدة. وكمان ارتديت في بناتشي هنا من لقيه للقناة الصاعدة تراجعاتها. فأرى مستويات الـ 5000. وكمان دعم آخر محلي عند الـ 5000 و32. هذه مستويات مهمة جدا. نذكر بلشنا العام عليه الـ 5000. وكنا قديش مبسوطين. 100% نموش ولا مرة وصلين له من قبل اللحظة عن هذه المستويات. فعندنا هيدول دعم رئيسي. في حال نحن مش هبنكسر دونهن. المعنويات لا تزال إيجابية. ونرجع نكون عم نختبر مستويات الـ 2280 تقريبا ممكن جدا. مع كمان استمرار للموسم الأرباح. أكيد. خلينا نشوف النفط WTI تحديدا اليوم السعودي بتعلن أنها بترفع أسعار بيعها للنفط إلى آسيا. عندك عوامل أخرى مثل استمرار تخفيض الإنتاج الطبيعي بالنسبة لأوبيك بلاس. شوفي عوامل أخرى ممكن تدعم عندك أسعار WTI. هذه كانت اللي عم تدعم الأسعار لنصل نوعا ما مستويات الـ 87. فعلا كان بسبب يمكن العامل الرئيسي هو تقليص الإنتاج من أوبيك أو استمراره. ولكن جهنا شفنا دخول الولايات المتحدة اللي بهم الأسعار تكون متراجعة. وكانت عم تضخ أكثر. كمان مستويات بالرزيرف ما كنا عم نشوفها تاريخيا. توقعات تراجع النمو. توقعات تراجع الطلب. المخزونات المرتفعة قدت إلى هذه الكورركشن اللي كنا عم نشوفها على النفط. وفعلا أظن مستويات الـ 87 كان نوعا ما مبالغ فيها لابد من الكورركشن. وحتى من الناحية الفنية كمان عطتنا نوع من الكسر الكاذب للاتجاه الصاعد. رجعنا دخلنا فيه. هلأ منلاحظ نحن الكورركشن لهذه الحركة الصاعدة عند الـ 50%. وكمان متزامنة مع الحد الأدنى للقناة الصاعدة. تعطينا نوع من الدعم الرئيسي. دعم مهم لازم نكون عم نرأبه عن مستويات 78. تقريبا نحن هلأ عم نتداول وخمسين. ولكن 77.5 كمان مستوى دعم. في حال الارتفاعات لدينا ارتدات 32 وارتدات 23.6 مهم جدا. مع بيانة الضخم الأفضل والوظائف الأخيرة لا يخدمنا سعر نفط عالي. أشكرك جزيلا فرح مراد وأنت محلة أسواق أولى في إيكوتي. شكرا جزيلا لك. إذن بهذا مشاهدين تنتهي فقرة التحليل الفني دائما. سين بي سي عربية تحتفظ بحياديتها. حيال هذه التحليلات ليست توصيات بالشراء أو البيع. وإنما نظرة مستقبلية فنية حول عدد من المنتجات المالية. شكرا للمتابعة. شكرا للمتابعة. شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة